إذن أكد الدوان المهنية للحبوب على وفرة الأسميداء الفوسفورية والأزوطية التي تستخدم خلال بداية بذري الحبوب حيث تم الاستعانة بمؤسسة أسميدال وعدد من المنتجين الخواص لتوفيرها في ظل النقص الذي تشهده عالميا وكذا غلاء أسعارها أحمد رجدي رصد لنا التأك وزارة الفلاحة قامت بأرض لما تقعد المستثمرين يستعملوا الأسميدة في الجزائر تعاملنا معهم وخلاوا الأسميدة رح يكونوا متوفرين بالأسعار القادمة ماشي بالأسعار الجديدة في ذات السياق تم التواصل والاتفاق مع موزعية الأسميدة من رجل ضمان تسويق مخزونتهم بالسعر السابق دون تغيير خاصة في بعض الأنواع المستخدمة بكثرة والتي ارتفع تسعارها بنحو ستين بالمئة زدنا في الإنتاج مع المسؤولين زدنا في الكميات من الأسميدة اللي راح تنقص كمان لماب هذا هو المادة لنقص المستوى الوطني الأغلبية الفلاحين يستعملوا واحدة الصنف من الأسميدة اللي هو الأماب لي غير متوفر على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي وهذه المادة هذه خلت للشعر تها زاد أزد بستين بالمئة